هنبدأ اخبار قطاع الناشئين واخبار ملعب الناشئين النهاردة بخبر انتظام رباعي الزمالك 2006 في معسكر منتخب مصر للناشئين والفترة من 12 اكتوبر وحتى 26 من نفس الشهر اللعيبة مين بها ايمن امير عبدالعزيز عبدالرحمن علي علي نوفل محمد السيد لعيبة مميزة وطبعا ده بيأتي فيه من ضمن استعدادات المنتخب الوطني للناشئين تصفات شمال افريقيا المؤهلة لكأس الامة افريقية بالجزائر عشرين تلاتة وعشرين مبروك لي تلقى الاربع لعيبة دول وربنا وفاهم ان شاء الله في مهمتهم القومية القادمة مع 2006 مازلنا مع 2006 واستحدث اتحاد كورت القدم والمسؤولين عن ناشئين العموما في مصر بطولة ل2006 وهي كأس مصر طبعا الاتحاد المصري قام بتقسيم المجموعات الى اربع مجموعات الزمالك طبعا وقع في المجموعة التانية برفقة امبي وبتروجيت والانتاج الحربي الزمالك هيبدأ مبارياته بامبي ثم الانتاج الحربي ثم بتروجيت طبعا انتاج الحربي عفوا الامبي هيبقى على ملعب نادي الزمالك ملعب الغزال الاصمر لرحمه ريم يوسف وانتاج الحربي مركز شاب الساحل وايضا يستضيف بتروجيت يوم الاثنين و 31 اكتوبر في ملعب مجمع ملاعب الراحل ابراهيم يوسف رحمة الله عليه طبعا وفقا الخطاب المرسل سيقام الدور نصف النهائي ده نزام البطولة بقى بعد ما يلعبوا في المجميع نصف النهائي يوم الاثنين 7 نوفمبر كالتالي اول المجموعة الاولى مع اول المجموعة التالتة على ملعب اول المجموعة الاولى وفقا للقرع يعني شوف بقى المجموعة الاولى مين وحيلعب امتى كلام ده كله المباراة النصف النهائي اول المجموعة التانية مع اول المجموعة الرابعة على ملاعب اه اه اول المجموعة التانية يعني مثلا لو الزمالك الزمالك طلع اول مجموعة التانية اللي احنا بصراتها دلوقتي هيلعب مع اول المجموعة الاولى اه عفوا اول مجموعة الرابعة في ملعب الزمالك ان شاء الله بإذن الله اه النهائي بقى يوم من الاثنين 14 نوفمبر بستاد الاسكندرية طبعا بطولة كأس مصر للناشئين 2006 هتقام خلال توقف الفترة التوقف الحالية لبطولة الجمهورية الخاصة بمواليد 2006 نظرا لاستعلانات منتخب الناشئين لتصفات شمال افريقيا المهنة لكأس الامم الفقية بالجزائر 2023 هي حاجة كويسة الحقيقة لي عفوا لي منتخب مصر للعيبة اللي مش هتقلت للروح المنتخب هيعودوا وتفرجوا على زمانه لا يلاعون مصابة كأس مصر دي حاجة كويسة بديلة لي عشان برضو مبقاش التدريبات ملاش هدف لا ليه هدف ودي حاجة كويسة الحقيقة من اتحاد كورة القدم والمسؤولين عن الشئين في اتحاد الكورة ترجمة نانسي قنقر